على وقع استمرار اتفاقات الاجلاء من محيط دمشق ومع اقتراب النظام السوري من احكام سيطرته على العاصمة ومحيطها اعلن رئيس النظام بشار الاساد خلال اجتماعه مع رئيس لجنة الامن القومي الايراني على الدين برو جيردي ان المنطقة عموما تعيش مرحلة اعادة رسم كل الخريطة الدولية حسب وصفه ويبدأ اجلاء بلدات يلدى وببيلة وبيت سحم بعدما جرى اتفاق يقضي بتسليم هيئة تحرير الشام المعروفة بجبهة النصرى سابقا الاجزاء التي تسيطر عليها في مخيم اليرموك مقابل اخراج مدنيين من بلدتي الفوعة وكفريا في اطار تنفيذ المرحلة الاولى مما عرف باتفاق المدن الاربعة وبحسب المرصد السوري لحقوق الانسان فان خمسة حافلات فقط تحمل على متنها نحو مئتي شخص من عناصر هيئة تحرير الشام الارهابية وعوائلهم خرجت من مناطق سيطرة الهيئة في مخيم اليرموك نحو محافظة ادلب وفي سياق متوازي لا تزال الحافلات التي دخلت الى بلدتي الفوعة وكفريا شمال شرقي ادلب متوقفة عملية التوقف هذه جاءت بعض اعتراض عدد كبير من اهل البلدتين المحاصرتين على الاتفاق ومطالبتهم بخروجهم جميعا من البلدتين وفي السياق رفضت هيئة التفاوض التابعة للفصائل المسلحة الاتفاق واعتبرته حلقة جديدة في سلسلة التهجير والتغيير الديمغرافي وارجأت مخاوفا من عدم التزام هيئة تحرير الشام الارهابية بالاتفاق اضافة الى رغبة اهل البلدتين بالمغادرة دفعة واحدة وعدم انتظار دفعة ثانية فيما لم تستبعد مصادر الفصائل تسربا عناصر من تنظيم داعش الارهابي وخروجها مع عناصر هيئة تحرير الشام في اطار هذا الاتفاق